بعد ضجيج الشارع اختارت الحكومة التونسية الحوار مسلكا لحلحالة الأزمة في البلاد مباشرة أول لقاءاتها مع الاتحاد العام للشغل باعتباره الشريكة الأساسية والفاعلة في المشاريع والإصلاحات التي ستعتمدها حكومة بودن والاتفاق حول منهجية عمل تشاركية لتحقيق مطالب التونسيين كان لقاء مهم جدا لأن هناك مواضيع عالقة منذ الحكومة السابقة ولا بد من النقاش حولها وأعتقد كان اللقاء جد مثمر وكان اللقاء في كثير من الإيجابية ومن الروح التشاركية بين الحكومة والمنظمة الشغيلة اللقاء وصفه متابعون للشأن التونسي بأنه بادرة خير تضع البلاد في الطريق السليم والاتجاه بخطا ثابتة نحو الإصلاحة كان هناك اتفاق على أن يكون هناك نقاشات متشارك في الحوار حول الملفات الكبرى العالقة وأهمها ملف الأجور ملف المؤسسات العمومية وملف الدعم وكل هذه الملفات التي تعتبر ملفات حالقة وملفات ذات أولوية بالنسبة للحكومة أولا وبالنسبة للملف مشغيلة والعمال في تونس تعيش تونس منذ عقد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة عمقها وباء كورونا والأزمة السياسية الأخيرة بعد لجوء الرئيس قيس السعيد إلى إجراءات استثنائية أصابت البلاد بشلل سياسي دفع بالشعب إلى النزول إلى الشارع لكن يبدو أن الحكومة بهذه المبادرة تريد إشاعة أجواء من الثقة والطمأنينة لإيجاد مخارج للأزمة متعددة الأوجه